موسيقى حياكم الله عمارة النور واللي كانت أول عمارة شقق بنيت في مدينة الرياض وتحديدا في حي حوطة خالد واللي كانها العديد من الشخصيات سواء الفنية أو الأدبية أو الإعلامية أو حتى الشخصيات الرياضية خصوصا الأشخاص اللي كانوا جايين من خارج مدينة الرياض موسيقى الشيخ على التنطاوي رحمة الله عليه أحد أبرز الشخصيات اللي اسكنت في فترة من الفترات في عمارة النور ومن فينا ما يذكر على مائدة الإفطار هذا البرنامج اللي قدمه الشيخ رحمة الله عليه بأسلوبه العفوي البسيط المحبب لدينا جميعا ولهالسبب علق في أذهان الجميع بعد سماع أذان المغرب وجدتموهم جميعا على مائدة الإفطار معنى هذا أن المسلمين صاروا أسرة واحدة الإعلاميان غالب كامل وماجد الشبل من الشخصيات اللي اسكنت في عمارة النور واللي كان لهم ارتباط وثيق وهام في تاريخ الإعلام السعودي وقدموا بالطبع العديد من البرامج الترفيهية والمسابقات وأيضا الأخبار وارتبطوا ارتباط وثيق بمناسبات الملوك الآن في الوسط الفني دائما في أغاني موسمية يعني تطلع عونية بسموع عونية الموسم تستمر لفترة تأتي عونية ثانية وتأخذ الموسم وهلو مجرد رقم اثنين هذه فرصة لكم لكي تتعادل مع الأحمر ويصير واحد واحد في مجال علم النفس وحرف الطا أبكي على ما جرالي يا هلي وقلبي أنا بالمحبة مبتلي ولا حصل مني يحل المشكل مع ناعم العود أنا لمسألة طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه تغنى بألحانه وأغانيه العديد من الفناني الموسيقار طارق عبد الحكيم رحمة الله عليه أحد أهم الشخصيات الفنية اللي اسكنت في فترة من الفترات في عمارة النور واللي كان أحد رواد الفن في ذلك الوقت واللي ساهم بشكل كبير في تطور الأغنية السعودية وأيضا في مجال الموسيقى الجيش السعودي واللي صعد برتبة الجيش إلى أن وصل رحمة الله عليه إلى رتبة عميد ساهم بشكل كبير في تطوير وتلحين السلام الملكي السعود أشتبه المسلمين حاش الملك للعالم والوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر